موسيقى مساء الخير اليوم لنا حلقة جديدة من برنامج اسمع مع ناشط السياسي داود بدران وهذه المرة سنتكلم عن معركة الوراثة أو معركة الخلافة في السلطة الفلسطينية مساء الخير أبو يوسف مساء الخير سيدوني مساء الخير للإخوة المشاهدين اليوم بدأ نتكلم عن معركة الوراثة في السلطة الفلسطينية في عقاب كلام رئيس المزراء نتانياو إنه إسرائيل تطاب ما يسير في السلطة الفلسطينية وما رح يسير بعد رحيل السيد محمود عباس عن السلطة عن الكرسي طابعه ما هو ما هي خريطة الأوضاع اليوم في السلطة الفلسطينية أول شي إسرائيل لا تتابع إسرائيل هي التي تحرك كل شيء أنا بتوقع أنه ما بعد محمود عباس الوضع سيكون مختلف كليا أنا ما بتوقع حتى أنه يجي رئيس للسلطة الفلسطينية ولا حتى أنه تكون السلطة الفلسطينية بالوضع اللي هي موجودة عليه اليوم والدليل على ذلك أنه محمود عباس ما هيأ أي شخص للرئاسته أو للرئاسة ما بعد مرحلته وهذا مؤشر على أنه هناك شيء ما يطبخ بهدوء وقد تكون حرب أهلية يعني إيجاد فراغ سياسي في الضفة الغربية في ظل انحلال اجتماعي وفي ظل صراعات سياسية داخلية حتى بين الرجال السلطة يعني عندك أنت شخصيات زي حسين الشيخ عندك ماجد فرج عندك جبرين الرجوب عندك محمد شتي عندك مروان البروثي عندك محمد دعلان العلول العلول أيضا يعني هناك شيء ما يطبخ يعني لو 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 محمود عباس حريص على مصلحة شعب الفلسطيني لما بعد مرحلته كان من المفروض أنه يكون فيه له نائب يعني أنا إذا بتذكر لما توفى ياسر عرفات ياسر عرفات كان عين محمد قريع كرئيس السلطة الفلسطينية ولكن في النهاية تم تعين محمود عباس برغبة أمريكية وبرغبة إسرائيلية بس أبو مازل بيقول للمكرمين منه أنه أنا راح أقيش شو بدهم مني ليش أعين واحد محلي وأنا لسه قوي وإحنا الجينات في العيلة طبعا هي جينات كويسة وسلمية من العمر ليش أعين واحد يعني هو أين بيحكي يعني ليش ما يعين واحد يعني ما فيه سياسي وما فيه نظام سياسي في العالم هناك تسلسل وظيفي هناك تسلسل هرمي في القيادة يعني ممكن هو يعيش هذا الشيء بأمن رب العالمين ويموت مش بيهيده لا جينات بتنفعه ولا غيرها ولكن في الأعراف السياسي يعني هناك رئيس هناك نائب رئيس هناك نائب نائب رئيس اللي في حال حدوث أي طارق أي حدث معين يكون موجود مين يمسك البلد مين يدير البلد وهذه الإشارة اللي أنا عم بحكي عنها أنه محمود عباس هو يعلم علم اليقين أنه بعد وفاته لن تبقى السلطة الفلسطينية كما هي عليه الآن وأنا أتوقع هناك حرب أهلية ولكن عم تطبق على نار هادئة حتى تظهر للعالم أنه هناك أن الفلسطينيين لا يستطيعوا حكم أنفسهم وأنا على قوة خارجية قد تكون الأردن قد تكون إسرائيل أن تتدخل لفض هذه الحرب وتفرض واقع جديد مخالف عن الواقع اللي احنا عم بنشوفه اليوم وهذا هو المخطط يا يوني وراح الأيام تثبت لك صدق قلم أنا كتير بسمع بشاري الفلسطيني استخدام كلمة سحيجي أنا اللغة الأعمية مش كويسة كتير بس بدي يتفاهم المشاهدين لما بيحكوا سحيجة رمالة سحيجة المقاطعة شو تقصد الناس لما بيحكوا هذا المصطلح شوف كلمة سحيج هي يعني التصفيق أو ضرب الكف على لما هناك تكون في راقصة أو شيء يعني أو راقص أو أي احتفال فبطلق الناس عم بتصحج للراقصة تصفيق يعني تصفيق بلايادي بالظهر 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 هي كلمة تسحيج لما بيقولوا سحيجة المقاطعة يعني هم القصد في الموضوع هو نوع من النفاق أو التأييد أو التأييد الممزوج بالنفاق والمصالح وعواء الآخرة يعني بيوصفوا الأشخاص يعني مجموعة المنتفعين المنتفعين بالضبط بيسموهم بالسحيجة هذا هو المعنى الحقيقي من كل الشخصيات اللي ذكرتها في كيادة فتح الشيح وماجد فرج ومحمد دحلان والبروطي والعلول والشتية وأيامها كان المحروم صاحب عركات كمان ذكروا اسمه من أنت بتشوف عنده أكثر احتمالي حلم محال أبو مازن بعد رحيله أنا أول شي ما بتوقع أنه أي شخص ممكن يتحمل مسؤولية أو يتحمل الورث السيئة اللي تركها أبو مازن أبو مازن ترك كل شيء مهدم أبو مازن استطاع أن ينهي وأنا بحكيها بكل صراحة مشروع الدولة الفلسطينية الواحدة أبو مازن استطاع انهاك الفلسطينيين من نواحي اقتصادية وربطهم بالبنوك والديون وإلى آخره حتى أن الشعب الفلسطيني للأسف أصبح مستسلم لأي قرارات بيتغذها أبو مازن لأنه نقطة ضعف الشعب الفلسطيني أو في الضفة الغربية هي الوضع المادي الوضع الاقتصادي سيء جدا وبالتالي كل شخص بحاول أنه يبعد النار عن باب بيته كل شخص بحاول يكنس المشاكل من باب بيته بصمته بسكوته وبالتالي بتنجد المساحة الكافية لمحمود عباس باتخاذ القرار أنت ذكرت بهذا كرار أبو مازن بحسم الشكل من حسابات تلفون شو المقصودين؟ عندك صندوق عز أو وقفة العز وقفة عز عندك عندك دائما عندما يحتاجه يعني أنا بعرف في العالم أنه هناك تبرعات بتكون من قبل شركات لمشاريع لمصلحة الشعب لتقوية الشعب اقتصادياً إحنا سبحان الله العكس يعني هنا عندك شركة الاتصالات الفلسطينية فرضت شيكل للقدس وكأنه آل القدس بيحتاجوا الشيكل تبع أبو مازن أو بيحتاجوا الشيكل لأي شخص مع احترامي لكل شخص في الضفة الغربية بيستخدم الجوال أو الآخرة إحنا مش بحاجة لشيكل أبو مازن ولكن هي عبارة عن مشاريع وهمية أو المقصود فيها هي جمع الأموال فقط صالح منظومة أبو مازن طيب حللنا أن يرجع لموضوع الوراثة من أكثر واحد حسب تقديرك عنده الاحتمال الكبير أن يحلل محال أبو مازن كل الأسماء اللي ذكرتها والله أنا ما بتوقع أنه راح يكون في حد ممكن يتحمل مسؤولية الشعب الفلسطيني في هذه الظروف أنا بتوقع اللي بدها هي إسرائيل هي راح تعينه أي شخص سيأتي مكان أبو مازن هو سيأتي بتعين إسرائيل أمريكي هذا الشيء مؤكد يعني بشكل كامل جدا ولكن أنا بعتقد أنه السلطة الفلسطينية مش راح تكون بالنظام اللي هي موجودة على اليوم أنا بتوقع أنه راح يحصل هناك حرب أهلية وسيتم فرض واقع جديد على الضفة الغربية متفق عليه دوليا وأردنيا وإسرائيلية حرب أهلية بين مين لمين الأطراف المتنازعة الأسماء اللي أنت ذكرتها بالإضافة أنه هناك أنتك مخيمات هناك مخيمات يعني هي كل الكتائب هلا كل الكتائب اللي تشكلت في المخيمات كتيبة جينين كتيبة نبلس عغين الوسود كل الجماعات المصالحة هدولة مين بدهم يدعموا فكرك شوف أنا هذه المجموعات هي أفرزتها يعني فساد السلطة هو أفرز الكثير يعني خلينا أكون صادق وواضح في هذه النقطة أنت الله تستطيع أن تقيم سلام وأنا أتكلم من بما يخص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أنت الله تستطيع أن تقيم سلام مع شعب يعذب كل يوم ويشتم ويهان كل يوم ليس فقط من إسرائيل أيضا من وكيل إسرائيل في الضفة الغربية وهي السلطة الفلسطينية هذا بشكل ضغط كبير جدا على الشعب الفلسطيني وبالتالي تفرز هذه الظروف مجموعات ناقمة على إسرائيل وعلى السلطة الفلسطينية في الحالة بتكون حرب هالية هدول المجموعات المسلحة في المخيمات رح تقف مع من من الشخصيات هدول أنا بتوقع أنه يعني ممكن تقف مع من يدفع أكثر وممكن هناك مجموعات تقف مع من له موقف وطني أكثر يعني هي خليط أنت تعلم أن الحياة السياسية أو النهج السياسي الفلسطيني للأسف هو يعني ممزوج بين علاقات مع إسرائيل لمواقف وطنية يعني أنا برأيي كلها كلها كل المواقف هي عبارة عن أوهام وشعارات تباع لهذا الشعب المسكين الفاقد للوعي السياسي الصحيح والمنهار اقتصاديا والمستسلم أيضا لما يحدث حوله شو احتمالات حسين الشيخ أن يكون هو خليفة أبو مازن حتى التكذيرات أنا ما بعتقد أنه حسين الشيخ أول إشي لديه الكاريزمة ولديه البعد أو الفكر السياسي لمنصب رئيس أو قيادة شعب بالرغم من أنه هناك أنت بتعرف هناك تسريبات وتسجيلات تم الكشف عنها لأحسين الشيخ وهي أشتم أبو مازن هناك سراعات في الخفاء ما بينهم لا يضروها على العلان ولكن بالصود في ظهر هذا التسجيل هدم تسريبه لحماس أنا أتوقع المخابرات الفلسطينية التي قامت بها يعني مجد فغج قد يكون قد يكون هناك سراعات داخلية الكل يعني يشتغل على الكل وهذا الصراع هذا هو الصراع التمهيدي لما هو قادم يا يوني القضية صعبة جدا حركة فتح لاحظ أنه كل الأشخاص اللي أنت ذكرتهم ممتع حركة فتح وحركة فتح تحتكر القيادة لنفسها وهي كما قلت في السابق هي يعني سفرت عداد النضال الفلسطيني وابقت نضالها وكأنه هو النضال اللي موجود وهو العقيقي وأصبحت هي حاس يعني صاحبة الوصائية على الشعب الفلسطيني وهذا ما سيولد وهناك أحقاد أنت تعلم أن السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني يرفض حركة فتح ويرفض السلطة الفلسطينية طب إحنا لم نسمع أي شيء من حركة حماس كانت هي مش موجودة بدف الغابية ولكن هي موجودة بقوة فالكل بيحكي عن كيادات فتح إنه هم بدون يكونوا يتغشحوا ويكونوا محال أبو مازل ولا حدا بيجيب سيرة حماس هل حماس ستسقط على هذا الحكي؟ شوف أنا بتوقع أنه هناك هناك شيء ما أنا كما يعني تحدثت في السابق موقف حماس تغير ويعني أنت لم ترى حماس في الفترة الأخيرة كما كانت في السابق في موقفها والحرب الأخيرة بتشهد على مع الجهد الإسلامي على موقف حماس شيء ما أعتقد أنه الحكومة القطرية وإيران لها كلمة في موضوع قرارات حماس أنا هيك بتوقع وحماس يعني حاليا هناك يعني حماس تتنازل عن الغئاسة؟ لا أنا بعتقد أنه هذا صمت مريب يعني حماس لها لها أذرع عسكرية كبيرة جدا بالضفر الغربي ولكن هي يعني تنتظر الظروف المناسبة هي تنتظر السراع ما بين المتناحرين والمتحاربين على القيادة الفلسطينية في حركة فتح وتنتظر بصمت وبالنهاية أنا متوقع أنه راح يكون لحماس كلمة في هذا الموضوع شو بنسبة لمروان البرغوثي ومحمد دحلان شو إمكانية إن واحد منهم يكون هو خليفة أبو ماز والله أنا بتوقع أن مروان البرغوثي صعب جدا أول شيء مروان البرغوثي بعد فترة اعتقال أكثر من عشرين عام وأنا بعتقد أنه ليس بالوضع الصحي المناسب لقيادة الشعب الفلسطيني أنا أتوقع أنه أيضا الأخي محمد دحلان الفكر السياسي اختلف عن الماضي أصبح ينظر إلى القضية الفلسطينية نظرة واقعية تتمثل في أين ستقيم الدولة الفلسطينية أبو مازن ما ترك أي فرصة أو أي حظوظ لإقامة الدولة الفلسطينية يعني هو دمر كل شيء من سيأتي بعد أبو مازن إذا أتى وأنا لا أتوقع أنه رح يكون في حد ولكن أنا بدي أمشي معك أو حسب سؤالك فيما لو وجد أي قائد ما بعد أبو مازن أنا لا أستطيع لن يستطيع لن يستطيع ترميم ما أفسد أبو مازن الوضع خطير جدا كما قلت لك هناك حرب أهلية تطبق على نار هذه وهذه الحرب الأهلية هي صناعة تم الترتيب لإلها لإيجاد واقع جديد بالضفة الغربية لما هو لما بعد أبو مازن هذا الواقع الجديد سيكون باتفاق أردني فلسطيني مصري أمريكي وسيتم فرض واقع وسيتم تأييده من الدول الأوروبية والأمريكان هل عندك إمكانية وجه رسالة للشعب في الضفة الغربية إيش بدك تحكينه أنا كلمة للشعب الفلسطيني بالضفة الغربية نحن نعلم المعاناة اللي بعانيها شعبنا نحن نعلم أنه الشعب بالضفة الغربية كان باحتلال أصبح للأسف في احتلالين و كمان نحن نتفهم الظروف الاقتصادية اللي عم بعيشها والعذبات اللي عم بعيشها شعبنا في الضفة الغربية ولكن أنا بتوقع أنه يجب أن يكون أو أنتظر من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أن يقول كلمته أنت صاحب الأرض وأنت صاحب الحق وأنا أتمنى للشعب الفلسطيني أن يكون يتفاعل أكثر مع حقوقه و مع مستقبله شكرا إلى حقوقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر